للمزيد انضم إلينا من بيروت أحمد عز الدين الكاتب والبحث السياسي أهلا بك سيد أحمد بداية في أي اتجاه تسير مصار هذه التوترات وهذه الاشتباكات وتبادل الرشقات والاستهدافات ما بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الرهن يعني لا شك أنه في المرحلة الحالية لا زال هو الميدان هو الذي يسيطر على الموضوع هناك اتصالات يعني جارة حديث كثير عن تقدم ولكن حتى الآن لا يوجد أي شيء ملموس اليوم يعني يصل الكموفة الأمريكي هوكشتين والمسؤول في البيت الأبيض مكفور إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو وفي ضوء هذا الأمور يتقرر ما إذا كان هناك تقدما ما فقد حصل يعني لأنه كما هو معروف أو هناك معلومات بأن لبنان كان وضع في عهدة الموفة الأمريكي هوكشتين عند زيارته بيروت في 21 سوبر يعني صيغة حل وصيغة وألية لتنفيذ القرار 1701 فإذا تمت الموافقة عليها من قبل إسرائيل ممكن أن يكون هناك تقدم خطوات باتجاه الوصول إلى وقف لإطلاق ولكن أعتقد أن الأمور ستأخذ بعض الوقت يعني لأن آلية التنفيذ قد تكون صعبة وبتعذلة التصريحات والتقارير تشير إلى أن هذا الوقت ربما يكون خلال أيام هل هناك بالفعل تفاؤل كما أشارت بعض المواقع الأمريكية وبعض التقارير أم لا تزال هناك عراقيل بشأن التواصل لأي اتفاق في الوقت الرهن يعني هي كلها التي تتحدث يعني حتى سواء الوسائل الإعلام الأمريكية أو الإسرائيلية وحتى كل وسائل الإعلام بعضها يتحدث عن إيجابيات أو تقدم البعض الآخر ينفي هذه الإيجابيات والعراقيل يعني كما أشار أمس الصحة الإسرائيلية التحدث بعد أن اتفاق قد وصل إلى خواتيمه لكنها عادت وترحت وسائل أخرى بأن ما طرح هو قمر قديم جرى الحديث عنه ورفض وبالتالي أعتقد أن وسائل الإعلام تتحدث عن أن هناك اتصالات حثيثة هناك إرادة لدى الكثيرين بوقف إطلاق النار ولكن حتى الآن يعني المواقف التي نقلت عن الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو بأنه ماضي في الحرب حتى النهاية ربما يريد رفع سقف المفاوضات يعني وهو يعلن دائما أنه يريد التفاوض تحت النار من جهة ومن جهة أخرى أعتقد أنه سيحاول بقدر الإمكان الاستفاد من هذه المرحلة الفاصل عن الانتخابات الأمريكية الثلاثاء المقبلة وبالتالي يريد تحقيق مكاسب أكثر ومن هنا نلاحظ أنه يعني آلة القتل والتدمير الإسرائيلية طعدت من أركتها خلال الأيام الماضية لجهة الغارات الواسعة ولجهة التدمير والتهجير وكل هذا الأمر أعتقد أنه يريد أن يفرض واقعا ما من خلال هذا الأمر خصوصا وأن موضوع النزوح أصبح عبعا كبيرا لأنه لم تعد هناك أماكن في لبنان عندما أصبح أكثر من نصف لبنان مهجر وبالتالي نصف الثاني لا يستطيع احتمال كل هذا النزوح من بيروت سيد أحمد عز الدين الكاتب والبحث السياسي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك